مجالات لمناقشتها والتي تشمل التبادل الاستراتيجي مع شركاء العرب ومواصلة تطوير نهج التعافي المبكر للاتحاد الأوروبي والتعامل مع الآثار السلبية غير المقصودة للعقوبات التي يفريضها الاتحاد الأوروبي لإضافة إلى خلق الظروف لعودة المهاجرين إلى سوريا لم يعد السوريين مزاج لتحمل المزيد من المفاجآت وربما ليس هناك ما يفاجئهم أكثر من ما مضى والحدث الجديد اليوم من القارة العجوز التي تصدف ملايين اللاجئين السوريين صحيفة فينينشل تايمس تقول إن ثمان دول أوروبية تدعو الاتحاد الأوروبي لمراجعة وتقييم نهجه تجاه سوريا موضحة أن وزراء خارجية النمسا وكرواتيا وقبرص وجمهورية تشيك واليونان وإيطاليا وسلوفاكيا وسلوفينيا يدعون لزيادة النفوذ السياسي وفعالية المساعدات في سوريا مقتلحين تعين مبعوث للاتحاد الأوروبي في سوريا يمكنه التواصل مع الجهات الفاعلة السورية ودول أخرى في المنطقة وإعادة التواصل مع سفير النظام لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل تتدارك الصحيفة وتشير إلى أن المقترح الذي قدمته ثماني دول أوروبية ليس من المتوقع أن يلقى قبولا لدى بقية دول الاتحاد وذلك بسبب السجل الواسع لنظام الأسد بالجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيموية أوروبا التي غابت خلال السنوات الماضية عن دورها كلاعب بارز في الملف السوري واقتصر النشاط الأوروبي على الجانب الإنساني وتأكيد العقوبات على نظام الأسد والدعوة المتكررة للحل السياسي دون أن يكون هناك تحرك جاد وفعال لإحداث تغيير سياسي انتظره السوريون طويلة من جانب آخر ينظر إلى هذه الدول الثمانية التي قدمت الاقتراح على أنها دول ليست فعالة في الاتحاد الأوروبي كما تربط بعضها علاقات غير لسمية مع النظام وكل هذا يشير إلى أن هذه الخطوة الأوروبية لا تعني بداية تطبيع مع الأسد وإنما عرض يطرح على الطاولة لكسر حالة الجمود في سوريا ينضم لنا أحمد مراد رئيس تحرير مؤسسة النمسا ميديا من فيينا عبر سكايب أهلا بك سيد أحمد دعني يبدأ معك من مسألة أن النمسا عادت طوعيا مئة لاجئ إلى بلادهم لاجئ سوري إلى بلادهم بداية ما التفاصيل لديك حول هذا الأمر تحيات سيد زوجي تحياتي لكادر سوريا تيفي طبعا هذه المعلومة موضوع أن مئة وواحد لاجئ سوري عاد طوعية يعني عنوان يحدث نفسه فهو فعليا كما قالت وزارة الداخلية من خلال تقريرها النصف سنوي إلى العام 2024 يعني أن يوجد مئة وواحد سوري عادوا ما بين السنة الماضية إلى هذه السنة بشكل طوعي وطبعا لا يوجد بصراحة معلومات دقيقة أكثر عن ماهيت ولماذا عادوا هؤلاء الأشخاص إلى سوريا ولكن من المعتقد أن العديد من اللاجئين الذين يعني السوريين الذين جاءوا إلى النمسا وغيرها هم بشكل أو بآخر يعني يوجد شريحة كبيرة مؤيدة للأسد وليس عندها أي مشكلة مع الأسد يضاف على ذلك أن يوجد شريحة أخرى هي صراحة يعني ذاقة بها الوضع زرعا لأنها لم تحصل على حق اللجوء أو أنها رفضت أو أن هناك مماطلات كبيرة بأشياء الخاص بملف لجوءهم أضف على ذلك أن بعض السوريون أيضا كما قال حزب الحرية اليميني المتضرف أن بعض السوريون اليوم يأخذون إجازاتهم في سوريا إن كانوا حاصلين على الجنسية النمساوية أو إن كانوا فعليا حصلوا على إقامات دائمة وذهبوا إلى لبنان أو إلى أقليم كردستان العراق ومنها إلى سوريا فهذا دليل ومؤشر على أن النمسا ووزارة الداخلية وكافة المؤسسات والأحزاب المتشددة يعني تتابع هذه التطورات باهتمام خاص وأن بما أن 101 شخص عاد إلى سوريا طوعا فهنا وزير الداخلية جيرهد كاردنر والذي هو من حزب الشعب تصنيفه يمين الوسط وليس يمين متضرف كما تفضلتم في تقريركم قال أنه وبالتالي من الممكن إعادة سوريين إلى مناطق آمنة أو إلى ما يقال بدمشق الكبرى أو إلى اللازقية كما تفضلتم بتقريركم على أنها مناطق آمنة لماذا تم تحديد هذه المناطق كمناطق آمنة على رغم من الموقف الرسمي الأوروبي عند الحديث عن أن هذه مناطق تحت سيطرة النظام بتقديري أستاذ وجيه صراحة النمسا اليوم مع الأسف تقود كما يقال في المنطقة الشرق الأوروبية لإعادة تعويم الأسد اليوم صراحة ليس في استخدام للسؤال المقبل النمسا اليوم لا تقوم بشيء جديد السفير النمساوي اليوم موجود في دمشق والسفير السوري اليوم موجود في فيننا صراحة لا يوجد قطع للعلاقات بشكل حقيقي فالنمسا اليوم فعليا لم تقدم شيء جديد بهذا السياق وهي تتابع ما بدأته سابقا وتحاول العمل على المستوى الأوروبي للتجيش لإعادة صراحة العلاقات قبل أن نعود إلى هذا الملف أو أن نتطرق إليه بشكل أكبر هناك مسألة الذين عادوا الآن قد يتم الحديث على أن هؤلاء ليست لديهم مشكلة مع النظام أو لربما كانوا مؤيدين له هناك آخرون إذا عادوا يقتلوا أو يزجنوا أو لا يستطيعوا العودة بشكل أو بآخر كيف يتم التعامل مع هذه المسألة في سياق الطرح هناك في النمسا نعم سؤال دقيق للغاية صراحة اليوم أستاذ وجيه مع الأسف أن النمسا اليوم لا ترى إلى سوريا أن يوجد فيها مؤيد ومعارض ترى أن في سوريا يوجد حرب أهلية يوجد مناطق كانت تسيطر عليها داعش يوجد نظام فعليا هو قوي وبسياسة الأمر الواقع وبالتالي لا ترى إلى السوري بغض النظر على أنه مؤيد ومعارض ترى أن السوريا اليوم ضحية حرب صراع أهلي كما تصفها دائما تصفها وزارة الداخلية والخارجية ولا يوجد مصطلح ثورة لا يوجد مصطلح مؤيد معارض أنا قبل أشهر من الآن التقيت مع أحد الأشخاص الذين التقوا في وزارة الخارجية مع المعني بالشأن السوري فقال له بكل بساطة مع التحفظ على الأسماء قال له نحن صراحة لا نعرف ما يحصل بسوريا وليس لدينا أي معلومات عن ما يحصل بسوريا ولكن هل هذه هي سياسة القفز للأمام تقوم بها النمسا من أجل أنه تتعامل مع الوضع على أساس على أنه مشكلة إنسانية لا أكثر وليست مشكلة إنسانية من مبدأ أنه يوجد حرب أهلية في هذه المنطقة ولجأ عدد من السكان بغض النظر إن كان مؤيد أو معارض فبالتالي اليوم النمسا تضغط كافة السوريين بسوري فقط يعني لا ترى على أنه مؤيد أو معارض طيب إذا كانت لا تعرف يعني إذا كانت السلطات في النمسا لا تعرف الوضع في هذه المناطق على أي أساس يتم تقييمها على أنها آمنة وخلافا للاتحاد الأوروبي الذي يرى أن الإشكالية هناك ويدعم التغير الديمقراطي تحت القرار الدولي 225 نعم صراحة هي النمسا أعتقد كما يقول العديد من الخبراء والمراقبون من بينهم نمساويون أن النمسا تقيم هذه القراءات بناء على قراءتها الخاصة الشعبوية التي تحاول أن تحافظ على نهج خطاب يرضي التوجه الشعبي اليوم النمسا مقبلة على انتخابات مصرية في 29 سبتمبر المقبل ومن المتوقع صراحة اليمين المتشدد يعمل اليوم يراهن على بطاقة اللاجئين وقبل أيام قال حزب الحرية اليمين المتطرف والذي من المتوقع أن يكون منه النمساوي المقبل السيد هربت كيكل من اليمين المتشدد يقول أننا سنبدأ ببناء علاقات مع طالبان في أفغانستان ومع الأسد في سوريا من أجل عمل علاقات متوازنة لإعادة اللاجئين إلى سوريا طبعا اللاجئين المقصود بهم هنا المتهمون أو الذين أدينوا بجرائم عنيفة أو الذين فعليا رفضت طلبات لجوءهم أما على أي أساس تقوم النمسا بتصنيف دمشق أو اللازقية على أنها آمنة صراحة بناء على قراءة النمسا الخاصة ولا أعتقد أن يوجد دولة أوروبية تتشارك مع النمسا هذه الرؤية لكن يبدو أن هناك أيضا دول أخرى تريد الحد من مسألة وجود اللاجئين والمهاجرين هناك إشارة إلى ثمان دول من بينها إيطاليا دولة أيضا ربما ذات تاريخ وحجم سكاني جيد إلى حد ما هناك دول أخرى أيضا هذه المسألة إلى أي مدى ترى أنه قد تحدث فارقا في السياسات الأوروبية الخارجية فيما يتعلق بملف الهجرة خاصة بعد الانتخابات البرلمانية الأوروبية التي جرت قبل فترة قريبة نعم يعني الانتخابات البرلمانية الأوروبية سيدي الكريم سبدا من نقطة النهاية لم يستطع اليمين أن يكون له القسم الأكبر في هذه الانتخابات وبالتالي حافظ اليسار وأرسولو فندرلاين وكل المعنيين بقوا في أماكنهم تقريبا إلى حد كبير ولكن إيطاليا لها خصوصية خاصة سيدي الكريم اليونان لها خصوصية خاصة باعتبار أنها بوابة دخول للاجئين عبر البحر المتوسط إضافة لليونان عبر تركيا فبالتالي هذه الدول لها خصوصية خاصة يعني لربما فعلا تشتكي من الكم الهائل من اللاجئين لديها أما في النمسا إضافة للدول الأخرى سوفيا كيا سوفينيا أيضا هذه دول أيضا ليست دول لجوء بالضبط هذه أصلا ليست دول لجوء وبالتالي هي صراحة أصلا هي دول غير مؤثرة حقيقة في المناخ الأوروبي على المستوى السيادي وعلى مستوى القرارات وبالتالي النمسا تقوم بعمل أنا لدي سبع دول معي أنا لدي ثمان دول معي طبعا تقول أن أنا إيطاليا ولكن كما قلنا في البداية أن إيطاليا لها خصوصية خاصة بحكم أنها بوابة وإيطاليا لا تتزمر من اللاجئين كلاجئين ولكن تتزمر منهم لأنه يوجد كميات هائلة ولا يوجد تقاسم داخل دول الاتحاد الأوروبي بشكل منصف بين هذه الدول فبالتالي تنضم إيطاليا لهذا الحلف صحيح أنها زاد حكومة يمينية ولكن ليست بالمنهجية التي تعمل عليها النمسا وتقود هذا الركب من سمان دول في أوروبا الشرقية يعني لماذا النمسا بهذا الشكل فيما يتعلق بملف اللاجئين يبدو أنها تأخذ منحة مختلف عن غيرها من الدول أو تقود هذا الحراك قبل أيام صدرت تقارير عن وزارة الداخلية النمساوية قالت أنه في النصف الأول من عام 2023 كان يوجد ما يصل لـ 19.300 شخص عبر النمسا من حدودها الشرقية من منطقة المجر إلى صربيا هذا العام قالت أنه يوجد ما يصل إلى 300 شخص يعني تخيل خلال سنة تقريبا استطاعت أن تقفل البوابة الشرقية لالنمسا النمسا اليوم تتذمر من وجود الكميات الهائلة مع الأسف في الأسابيع الأخيرة شهدت فيينا بعض حالات العنف ما بين عصابات محسوبة على بعض الأعشائر السورية وأيضا الشيشان وكان إطلاق نار وبعض عمليات التخريب وهذا الذي يشحن الموقف دائما صراحة تجاه المهاجرين واللاجئين جميعا وخاصة مع الأسف الذي هو في بوز المدفع كما يقال هو اليوم اللاجئ السوري فكل هذه المواضيع تلتحم فيما بينها هي تريد هذه الدول الحديث يجري على خلق ظروف فيما يتعلق بعودة آمنة للاجئين كيف سيتم ذلك؟ هذه كلمة سيد الكريم أنت تدرك أنها كلمة مطاطة للغاية إنشاء مناتق آمنة يعني اليوم وزير الخارجية ما أعرف هل وصلنا إلى محور وزير الخارجية يقول أن نريد مناطق أو عودة آمنة للاجئين على أن يضمنها النظام السوري من طرفه يعني هو المسؤول عن ضمان هذا الأمن فما هو تفسير هذه المنطقة؟ ماذا تعني كلمة المناطق الآمنة في المفهوم السياسة النمساوي؟ صراحة أعتقد أنه يحتاج إلى تفسير والجميع اليوم على حسب ما يشاع ويقال أن الجميع يجهز ليتهيأ عفوا لعودة لربما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعني بعد التطورات الأخيرة والتصاعد اليميني على المستوى العالمي ولربما نشاهد إعادة لتعويم الأسد وكما قال وزير الخارجية اليوم يوجد الدول العربية أعادت بشار الأسد إلى الجامعة العربية والربيع العربي لم يؤتي أكله يعني كما قال اليوم وصفه بالربيع العربي صراحة السيد ألكسندر شانبيرغ وزير الخارجية وقال أن بعد 13 عاما نرى أن الأسد صامد بسبب إيران وروسيا وهذا واقع لا يمكننا تجاهله وليس كل ما نتمناه ندركه فبالتالي قال نريد أن نعمل بسياسة الأمر الواقع يجب أن نعمل مع بشار الأسد يجب أن نعمل علاقات لربما مع النظام بشكل أو بآخر وعودة موفد للنظام الأوروبي للاتحاد الأوروبي شيء من هذا القبيل اليوم الاجتماع جاري وأعتقد مخرجاته ستكون أكثر وضوحا خلال 24 ساعة المقبلة كما قلنا في البداية النمسا لا يوجد شيء جديد بس نقطة لو سمحت لا يوجد شيء جديد قامت به السفير النمساوي موجود في دمشق والسفير السوري موجود في فيينا وما تقوم به النمسا ليس أكثر من مزايدة سياسية تحاول استقطاب المجتمعون اليوم في الاتحاد الأوروبي لإعادة تعويم الأسد ليس غايته شيء واحد هو الاستقطاب في الانتخابات النمساوية المقبلة والذي الجميع اليوم يستمت بها بما فيه حزب الشعب بعد أن خسر 10% من ناخبه في الانتخابات الأوروبية أحمد مراد رئيس تحرير مؤسسة النمسا ميديا كنت معنا من فيينا شكرا لك شكرا جزيلا بدأ فريق من المتطوعين الأتراك في غاز عنتاب بجولات لزيارة المحل التجاري السوري في المدينة بهدف الطمأنة وإصال رسالة أن الحوادث العنصرية هي حوادث لا تمثل جميع الأتراك تفاصيل أوفا في المادة التالية السلام عليكم أنا بن يمين جيلان أعمل كمحام في غاز عنتاب جئنا إلى هنا للتعبير عن حزننا على الأحداث التي وقعت مؤخرا أردنا زيارة إخواننا نحن حزنونا بسبب هذه الأحداث لكل من الطرفين نريد أن نستمر في جمع شملنا والعيش معا لا نريد أن يشعر أحد بالحزن بسبب هذه الأحداث الفردية لقد مر نحو 12 أو 13 عاما ولم نشهد أي حركة تؤذي إخوتنا لا منا ولا منهم يجب أن نرى هذا الحدث كحدث منفرد وليس كشيء منظم لا نعتقد أن هناك حاجة لتضخيم الأمور الحمد لله ما زلنا إخوة وسنظل كذلك إن رحلوا فليذهبوا بكرامة وسلام وإن بقوا سنواصل العشرة